أتقل علينا أن نشرح علينا موعد اللقناع الطبية في مارب لم يكن عبد الله محمد ليتخيل حين انضم للقتال في صفوف الجيش الوطني أن ينتهي به الحال حبيس الإصابة رهن مماطلات ووعود كثيرة بإجراء عملية جراحية لقدمه اليسرى التي خسرها أثناء أداء الواجب الوطني في إحدى جبهات الحرب مع الميليشيا مشهول معي مجموعة من الأفراد موزعين على مواقع وأنا كنت أدور عليهم بالدرق النارية التبعي في حين ذاك أستهدفنا بعبوان أسفه التحق عبد الله وهو القادم من جبال ريمة بتكوينات الجيش الوطني على غرار آلاف المقاتلين حاملا في ظلوعه صبحا للمهورية وآمل استعادة الدولة ليستقر به الحال هنا في قسم الجرحة بمستشفى الجوف العام وعلى كرسي الإعاقة هذا مصابا ليس بتهشم ركبته وساقه فحسب إنما بخيبة الضمير في قيادات الجيش الوطني وحكومة الشرعية معا وإهمال هذه الأخيرة لملف جرح الحرب وتجاهل معاناتهم النازفة بحلو الدولة لا يوجد علاقنا لديهم بالكامل لأن الركبة لا يوجد حقها المفاصل والإضاءة مهشمة كله يريد العلاق خارج البلاد ولكن لم نجد الاهتمام من الأخواننا القيادة من فوق بالمتابعة والمعاملة حالات كثيرة ومتنوعة الإصابة من جرح الحرب ترقد في هذا المستشفى الذي يفتقر للكثير من المستلزمات والأجهزة الطبية ليس أخرها ولا أقلها وجعا هذا الجريح الثلاثيني العمر لكن القائمة تطول ومعها معاناة جنود نذروا أرواحهم في مذبح الوطن فكان أنصار جرحا من دون عناية أو اهتمام علاوة عن انقطاع مرتباتهم الشهرية التي تعد مصدر عيشهم وأسرهم الفقيرة أفضل إن موت كنت عن هذه الحالة أفضل لو يدي أي شيء لا أقطع رقلي هذه أكملها ولا التعب دول أكثر من ثلاثة ألف جريح هي حصيلة جرح الحرب الذين استوعبهم مستشفى الجوف لعامي 2016 و2017 وبإمكانات محدودة قدم هذا المرفق خدماته الصحية لهؤلاء رغم افتقاره للكثير من المستلزمات التي عجز بسبب عدم توفرها من مداوات وتطبيب جروحكم المفتوحة ليبقى الجرح بانتظار التعافية والخلاص من محاناتكم التي تكبر كل يوم على الجرادي قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر